تقف أولئي النسوة أمام منزل وزير الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن متسائلات عن مصير أولاد لهم معتقلين أو مخفيين لكن المفارقة أن الوزير ذاته لا يملك السلطة على عدة سجون مفاتيحها بيد قوات التحالف العربي والأجهزة الأمنية الموالية لها للأسف كل ما يدور في المناطق المحررة بين التحالف من اختلافات والشرعية والقوى الأخرى التي تنطوذ تحت الشرعية بما فيها الحراك أو الأحزاب اليمنية هي اختلافات تعمل على إطالة وتقوية الحوثي وبسط نفوذة في المناطق التي يسيطر عليها مفارقة تلخص الكثير من واقع الإدارة المستلبة للحكومة الشرعية في العام الثالث من بدء عاصفة الحازم وهي العمليات التي أعلنت إعادة الشرعية هدفا رئيسيا لها سنة أخرى من سنوات العاصف انتهى شهرها الأول بقتال دام بين فرقاء السلطة في عدن بين فصيل من الحراك الجنوبي يتبع دولة الإمارات ضدا من القوات الحكومية لكن أحداث يناير انتهت بدفن جمرات الفتنة دون إطفائها جذريا كما خلصت بخروج رئيس الوزراء من البلاد وهو الذي حمل التحالف حينها مسؤولية الانفلاث وها هي ذكرى العاصفة تحل دون عودة رئيس الحكومة بل بتأكيد المنع القصري من عودة الرئيس هادي لها بالإضافة إلى منصب المحافظ الذي ما زال شاغرا بعد استقالة عبدالعزيز المفلعي تداعيات أزمة الإدارة في العاصمة المؤقتة والمناطق المحررة تفرع سلسلات من الأزمات بدءا بفشل مشروع إعادة الإعمار مرورا بمنظومات أخرى من الفشل في ملفات الخدمات الأساسية كالكهرباء والمشتقات النفطية والعملة التي بلغت من التدهور ما جعل الحالة المعيشية للمواطنين جحيما آخر لا يقل عن جحيم الحرب البداية شدوا حيلهم وبعدين بدأوا يقصروا كثير في طلبات الشعب وواجبات الشعب الدولار يعني بظرف سنة أو سنة ونص طلع من 200 إلى 500 ريال عام ثالث من العاصفة وما زالت العاصمة المؤقتة تنتظر غدا مختلفا وما زال الجزر الذي يتوسطها بين الميناء التجاري والمطار الدولي حائرا بين مد وجزر من المياه والأحداث والصراعات المستمرة بين السلطات المشتتة تأتي الذكرى الثالثة لبدء عمليات عاصفة الحزم والعاصمة المؤقتة مثل باقي المناطق المحررة لا تختلف كثيرا عن المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين من حيث تنافس التحالف الإقلابيين على زيادة عداد الضحايا ومن حيث عرقلت تواجد السلطات الشرعية على أرض الواقع أدم حسامي قناة بالقيس عدم